لكن دكتور شفنا ده خلال مناهج الساينس بقى مش هنقول عليها البيولوجي العلوم يعني بصفة عامة ان كان فيه نوع من انواع التكامل ما بين المواد المختلفة يعني تلاقي الدرس بياخدوه بشكل علمي مثلا في مادة الساينس ونفس الدرس تاني بيعاد بصيغة تانية في دروس القراءة مثلا وغيرها يعني او درس موجود فيه الدراسات بنلاقيه موجود في القراءة بشكل اخر او بزاوية تانية المناهج كانت بترد على بعض او كانت بت فيها من بعض فاعتقد ده كان بيأكد الفكرة وبيقلل كمية الحشو اللي بتبقى موجودة او عدد المعلومات الكتير قوي اللي بيطير على طول اعتقد ده ما كانش موجود عدد معلومات مركز وداخل ستريت بحيث ان الولاد تبقى قادرة تستوعب وتحفظ طبعا الحركة الصفتي وتتعامل بيه الحركة الصفتي ده هو التكامل والترابط الأفخي عبر المواد مش التكامل الرأسي عبر الصفوف وده مهم جدا علشان ما حصلش نوع من التعارضات اللي ممكن تحصل بين المواد المختلفة وما يبقاش فيه كم أو عبق معرفة كبيرة على الطالب في المراحل الأولى من التعليم وده شيء كويس جدا ان احنا ننظم المناهج باختلاف المواد الدراسية باختلاف التخصصات حول قضايا كبرى حول تحديات كبرى حول مشكلات كبرى مفاهيم كبرى ده مهم جدا وده اللي هو يساهم فيه بناء الشخص محصلش نوع من التعارضات أو التشتت أو اللي هو التعلم فيه تقصص دقيق ده ممكن بدءا من المرحلة السنوية في الجامعة لكن في المرحلة الأولية من التعليم فكرة التكامل الأفق اللي بيتم بين المواد ده مسألة مهمة لتكامل الشخص والتكامل الرأسي اللي هو عبر الصفوف ده مهم جدا علشان النمو نوضح بقى ايه هو التكامل الأفق والتكامل الرأسي تفصيلا طبعا التكامل الرأسي عبر الصفوف اللي هو كل سنة بيزداد ايه الطالب ايه الحصيلة اللي بيبني عليها اللي تعلمه في السنة اللي قبلها إنما التكامل الأفق اللي هو عبر الصف الواحد عبر المواد الدراسية المختلفة بياخد ايه في الدراسات بياخد ايه في اللغة العربية بياخد ايه في العلوم مفاهيم حياتية مشكلات حياتية وقدم له المادة العلمية من خلال هذه طب حققنا ده إزاي في قول عددي أول عدد هي استكمال اللي حصل في المرحلة الابتدائية والكتب اللي صدرت اللي هي بتعبر عن المناهج دي باين فيها ان هي استكمال للمصوفة اللي تمت في المرحلة الابتدائية هي بس المشكلة اللي احنا ممكن تواجهنا هو إن التطوير في المناهج مش الكتاب بس مش المحتوى اللي بتقدم لا دا هو معالجة المحتوى محتاجة آه أليات أخرى داخل المدرسة محتاجة جهود من المعلمين محتاجة إمكانات يعني مثلاً لما نقول إن فلسفة التكامل في الصف الأول الأدادي بتدعو الطلاب للبحث وللتفكير وإنتاج المعرفة يبقى لازم أقدم المحتوى هنا محتوى منقوص مش مكتمل يبقى فيه أنشطة يبقى هو مشارك فيه بناء المعرفة فييجي ظاهرة زي مثلاً ظاهرة الكتب الخارجية بتحل الأنشطة دي كأنها تفكر نيابة عن الطالب وأحياناً أولياء الأمور يقوموا بهذا الدور فده يتعارض مع الفلسفة اللي بنيت من خلالها المناهج فإحنا لازم ننتبه لهذا الأمر ده تغير خالص دكتور من يمكن على الدفع دي بزات من الرابع بتدائي المنصة الخاصة بوزارة التربية والتعليم هي المنوطة بهذا الموضوع يعني الأسئلة وأشكال مختلفة يعني هما دفعة لأول مرة بيجربوا فما فيش زي ما بيقول كده أو نمازج مسبقة من الامتحانات يقدروا يتضربوا من خلالها لكن ده تم توفيره من خلال المنصة أه أنا بتكلم على شخافة التعلم موجودة في المجتمع ممكن تعمل يعني تعارضات مع الفلسفة اللي بتتبنها الدولة والوزارة التربية والتعليم في عملية التطوير ففكرة أن يكون فيه كتب خارجية أو فيه دروس بيقوموا بالأنشطة وبحل الأسئلة نيابة عن الطالب وأولئة الأمور عايزين يطمئنوا وعايزين يوصلوا أولادهم لفكرة أن يقفل الدرجات لكن هي الفكرة مش فكرة انتحانات وفكرة تحصيل معرفة النهاية الفكرة فكرة بناء الشخصية وعمليات التفكير دي مهمة جدا فلازم نحن نعتمد على الفلسفة والآلية اللي تمت بها صناعة هذه المنائة فدي مسألة مهمة جدا